فطورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتزداد يوم بعد يوم تكلفة اقتصادية كبيرة جدا لهذه الحرب لما بنتكلم على البنك المركزي الإسرائيلي يعني أعلن حزمة غير مسبوقة لدعم الاقتصاد تصل قيمتها إلى حوالي 45 مليار دولار حرب إبادة جماعية على الأرض ولكن على الجانب الآخر خسائر اقتصادية فادحة بيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي من اليوم الأول للحرب على قطاع غزة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن ماذا يحدث هناك في الاقتصاد الإسرائيلي الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة من أولنا النهاردة في الستوديو حنتكلم معاه في مزيد من التفاصيل دكتور أهلا وسهلا بك وصلاحك خير عليك دكتور شايف إزاي ارتفاع كلفة الحرب على قطاع غزة اسمحيه الأول أن أنا أتوجه بالتحية لصمود الشعب الفسطيني في أرضنا في غزة تكلفة الحرب أي حرب تكلفتها تكون عالية في الحرب الإسرائيلية على غزة التكلفة عالية جدا أول عشر يام كانت تكلفة العسكرية بس 25 مليار دولار ده في أول عشر يام من الحرب النهاردة تكلفة العسكرية وصلت لأكثر من 150 مليار دولار يكفي حضارة الطعاف أنه إسرائيل دم لها 180 دبابة والدبابة تمنها حوالي 4 مليون دولار فده الدبابات بس نحن نمش على حاجة تانية فالتكلفة الاختصاصية للحرب نفسها عالي جدا ضيف لكده أنه في تكلفة الدمار اللي أحدثته الحرب فيه دمار مركز فيه مناطق مختلفة من إسرائيل وسواء في تل أبيب أو في صفد أو في ستدروت أو حتى في الموضوع الشمالية اللي من حزب الله كمان بيطلق صواريخ على إسرائيل هذا الدمار يكفي حضارة الطعاف مثلا في سنة 2006 وده ما أعلنش إسرائيل أعلنت أو تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لإعمار ما ضمرته الحرب مع حزب الله تتكلف كانت تتكلف في وقتها بأسعار 2006 30 مليار دولار وتنفذ على خمس سنوات فاللي أنا أريد أن أقوله من النهاردة التكلفة بتاعة إعمار ما ضمرته الحرب لوحدها حتخش في أكتر من 100 مليار دولار فيه تكلفة أخرى هي تكلفة نزوح أو إجلاء مواطنين لأنهما ما نجحوش هو أجلو تم إجلاق مواطنين إسرائيليين من مستوطنات قولة وفزة ومن موصونات المنطقة الشمالية لمناطق داخل إسرائيل ودي حركة دعائية لكن في الأخذ تكلفتها عالية جدا لأنهم بيقيموا في مخامات الهدف منها طبعا الدعاية لأنه زي ما احنا بنجلي أهل غزة هتنداس بتوعنا بيتم إجلاقهم وما بش بيتم إجلاقهم والحكومة الإسرائيلية لتبليهم وده برضو له تكلفة عالية لكن من وجهة نظري التكلفة العالية دي هتتعوض بطرقتين الطرقة الأولى طبعا نحن عارفين معونات الأمريكية الولايات المتحدة خصصت من أول يوم 19 مليار دولار لإسرائيل من حالة رد وهتديها منح تاني لكن القيادة الإسرائيلية هتطفع اعتبارها ومش القيادة الإسرائيلية بس القيادة الأمريكية وقيادات الدول الأوروبية أنه الحرب دي فيها غنيمة الغنيمة دي عبارة عن بئر غاز غزة من تسع سين اكتشفوا قدامها بئر غاز الاحتياطي بتاعه واحد واربعة من عشرة تلاليليون قدم مكعب غاز ويكتشفوا أن غزة نفسها بتعوم على بحيرة غاز شبه قطر كده وأن فيها أعبار بترول احتياطي البترول بتاعها أسف بي وعشرين مليار برميل بترول دي معلومة مهمة وبتتصل كمان بالدكتور شريف جاد لما كان بمعانا على الهوى بيحلل الصحافة الروسية كان فيه تقرير في إحدى صحف الروسية باسم ثروة غزة يعني غزة فيها ثروات كبيرة جدا بس ده خلينا أسأل حضرتك إذا استغلت إسرائيل هذه الثروة أو استثمرتها فده حيكون تحت غطاء الاحتلال يعني هي هل تنوي أن تحتل غزة بعد انتهاء الحرب هو الهدف المعلن اللي أعلنه رئيس الوزراء الإنترونية هو من أول لحظة في الحرب إخلاء غزة كماما وطرد سكانها وقتها قال إلى الأرض المصرية لسين خبالك فهو عايز يخلي غزة تماما ويستولي عليها تبقى أرض إسرائيلية النهاردة وزراء إسرائيليين بيتكلموا عن ضرورة الاستيطان في غزة بعد الحرب هو مش عايز يحتل غزة هو عايز يبليها من السكان ويستولي عليها تبقى أرض إسرائيلية لكن ده بيتنافى مع التصريحات الأمريكية حتى وإن كانت على أرض الواقع لا تنفذ لكن التصريحات الأمريكية بترفض التهجير القصري للفلسطينيين من أراضي غزة وبترفض أيضا الإدارة الإسرائيلية لقطاع غزة في مرحلة مبعد الحرب التصريحات الأمريكية عبارة عن تصريحات الاستلاك المحل بكل صراحة الأمريكان من 40 سنة أو 50 سنة بيصدروا تصريحات معينة عشان تمنع إسرائيل من عامة أشياء لكن إسرائيل اللي ما بتعملها خلاص عملتها نعمله بإيه ما فيش وسيلة أو ما بيلجأوش لعقاب إسرائيل أضف إلى هذا أنه الغنيمة ما هيش غنيمة إسرائيلية بحثة حضرتك فيه أسطول جاي من الولايات البتحدة حاملة طائرات وابود المراك فيه أسطول جاي من بريطانيا فيه أسطول جاي من فرنسا فيه سفن حربية جاي من أسبانيا من إيطاليا فيه طيران جاي من ألمانيا هذه الدول جاي هنا عشان الغنيمة دي النهاردة أوروبا عندها مشكلة في البرد إنه الشتة داخل ولأنها عندها مشكلة الغاز اللي اتخذوا الغاز السوفيت يتوقف فالغاز اللي اتخذوا من مصر وإسرائيل وقطر لا يكفي لأوروبا في فصل الشتة فهم عايزين مصدر بديل فهم جايين عشان ياخدوا نصبهم من الغنيمة دي هم هدفهم هو الاستيلاء على هذه الأبارة الخاصة بالغاز ويأخذ نصبهم من الغنيمة فهتتأثم الغنيمة بينهم وبين إسرائيل فإسرائيل تعود خسائرها وهم يعدوا الشتة بأمان حاجة تكشف جانب مهم جدا من جوانب الحرب الجانب الاقتصادي إنه غزة ليست فقيرة كما يشعل غزة غنية وفيه مطامع عالمية لقوة دولية فيه الغاز اللي موجود في قطاع غزة ودي نقطة يعني لافتة مهمة جدا إذا عودنا إلى فطورة الحرب مرة أخرى وتحدثنا عن شلل شبه تام في قطاعات اقتصادية كثيرة في الداخل الإسرائيلي مع اليوم الأول تم استدعاء حوالي 300 ألف مواطن كجنود احتياط ده بيؤثر إزاي على العامل البشري وعلى العنصر الخاص بالاقتصاد الداخلي في إسرائيل حروض عليك عن القطة دي بس أكمل المقطة المقطة اللي فات جزئية ضغيرة الولايات المتحدة ودول أوروبا لم تخط في السنوات الثلاثين اللي فاتوا أي حرب بدون هدف اقتصادي سواء حرب العراق سواء الحرب في سوريا أي دايما بتيجي القوات الأمريكية تحط خروج حرب لأن فيه هدف اقتصادي فيه صروة هتستولي عليها الموضوع في غزة ما خرجش عن كده حتى الكلام اللي قالوا أنه نبدأ دعم إسرائيل وإسرائيل لا حق الدفاع النفس تحت البند 151 من مساكل الأمم المتحدة فيه قرار صادر بمحكمة الجنائية الدولية يقول أن إسرائيل سنة 2004 في الفقها 139 منه يقول أن إسرائيل ليس لها حق الدفاع النفس في مواجهة غزة لأنها قوة احتلال غزة وبالتالي فليس لها حق الدفاع النفس ده قرار من المحكمة الجنائية الدولية وهو ملزم كقانون دولي فالمسألة إذن ما هي حق الدفاع النفس ولكنه الأمريكان جايين عشان الغنيمة والأوروبيين جايين عشان الغنيمة والغنيمة هتخسموها في الأخب بس لازم الدنيا تهدى الأول إذا سقطت غزة هقدروا وتخسموها ما سقطتش هنبتدي الكلب عن فاتورة لحد أتتكلم عنها النهاردة قطاع العمال في إسرائيل وخاصة قطاع التكنولوجيا وقطاع الحوسبة خسر خسر حوالي 60 مليار منتيجة للحرب الحالية وخسر أسواق المشكلة الأساسية في الخسائر مش مراد من خسر مبلغ مالي الآن لكنه خسر أسواق لأنه كان له التزامات وتوقف عن الوفاء بيها والالتزامات اللي في الأسواق دي لما طرف بيتوقف عن الوفاء بيها السوق ما بيتوقفش بيلجأ لطرف آخر يعوض النقص فلجأت الأطراف اللي فيه التزامات بينها ومن إسرائيل إلى أطراف أخبر وصعابين بنقص مش هتيجي بعد الحرب وتقول لا الأطراف هي ترجع تاني ونرجع لإسرائيل للعلاقات التجرية وناخد منها تاني لا ده هي فقط أسواق وفقطتها لأبد ده في حالة أنها مازال عندها القدرة على الانتاج خصوصا الانتاج متوقف ومشلول بسبب استدعاء العاملين في هذه القطاعات للحرب والجيش ما هو حضرتك والحرب هتتوقف والعاملين اللي استمس لهاهم هيرجعوا يشترق لكن زي بالله حضرتك الأسواق نفسها ضاعت منهم التكلفة بقى إسرائيل استدعت 650 ألف جندي فيه 350 منهم 350 ألف موجهين لغزة وفيه 300 ألف محتوطين دي احتياضي في مواجهة حزب الله لأنهم متوقعين أن حزب الله ممكن يدخل في الحرب قريب وحتى لو بدخلتش في الحرب قريب ففيه لسه مبارح تصريح لانتجانهم على تهدئة الجبهة الشمالية بعد الانتهاء من الغزة يعني معا كده النواوي يدخل في حرب تانية ضد حزب الله أضيف بقى حتة تانية فيما يتعلق بالصروة بتاع تغزة المرحلة التانية بتاعتها هتبقى في الضفة الغربية ليه؟ لأن في الضفة الغربية في المنطقة سي فيه برضو بقى الغاز كبير جدا اللي احتاجتها حوالي تريليون متر مكعب غاز سوريا قلم مكعب غاز وبالتالي هالجأوا لأنه ياخدوا ملطقة سي أو يطردوا الفلسطين من الضفة الغربية كلها بس المشكلة الأول أنه ينجحوا مع غازة إذا نجحوا مع غازة هيحاولوا يكاميروا بعد كده على الجانب الآخر غازة أيضا تكبدت خسائر كبيرة جدا إحنا التقارير اللي بتخرج من غازة بتتحدث أنه حوالي 25% من الأراضي الزراعية في غازة تم تجرفها وإحرقها وتدميرها أيضا غازة اقتصادها اقتصادهاش يعني بيعتمد على الصيد والزراع وغيره الخسائر اللي وقع فيها الاقتصاد الخاص باقتصاد غازة شايفوا إزايفا هو غازة أصلا ما يطارش اقتصاد فاقتصادها من الأصل واع فالخسائر بتاعتها مهما كانت تبيرة بتصويرها بمقارنة بالخسائر إسرائيلية لكن الحسائر الرئيسية عندهم في الدمار لحل في المدن الدمار لحل في مواطق السكنية ودي مش قول مرة يعني غازة خاضت حروق أبا كدو بإسرائيل منها مثلا الجرف الصامد في الجرف الصامد استمرت الحرب ضد غازة واحد وخمسين يوم ودمرت فيها غازة دمار كامل أو شبه كامل وفي نهاية الواحد وخمسين يوم لو نفتكر الإسرائيليين لجوا إلى مصر وقالوا احنا عايزين وقفت تقنر ووقتها الرئيس بباركة وقال لهم بعد تشاور مع فلسطين بعد بطلب الفلسطين وفلسطين ردوا عليه قال لهم عايزين أنتوا بتنزل الحرب عايزين تنهوها أنتوا تنسحبوا تنسحبوا من كل غازة وحتنسحبوا تحت إطلاق نار وفعلا انسحبوا قعدوا استغرق لنسحب أسبوع كامل تحت إطلاق طار من الفلسطين وكانوا بيردوا على إطلاق نار وكل حاجة لكن انسحبوا من طرف واحد وتحت إطلاق طار إذا صمد الفلسطين مدة أخرى أسبوعين أو ثلاثة تانيين هيحصل كده لأنه ما عندهمش حل تاني لكن لو سختوا خلاص يبحقى الإسرائيل اللي هم عايزين طيب اقتصاديا نقدر نقول أن كل شوية فطورة الحرب بتزداد في الكلفة يعني يمكن الحماس الأول كان من مختلف دول الدعم يعني اللي بيقدم لإسرائيل أعتقد أنه مش حيفضل طول الوقت مقدوم لأن اقتصادات الدول كلها في مشاكل حتى الدول العظمة كمان وهناك قوانين تم يعني محاولة التصديق على قانون في مجلس الشيوخ بمزيد من المساعدات للولايات المتحدة ولم يقر الكلفة بتزداد كل شوية وهم بيتوغلوا في الحرب أكثر وأكثر فأعتقد أن الكلفة هتبقى مضاعفة الكلفة بتكلفة كل يوم من الحرب بتزيد تكلفة بمبلغ كبير بالنسبة لدعم الدول الكبرى الولايات المتحدة وأوروبا زي ما قلت حالك هو مستني العائد من هذا الدعم فهو بيحاول حتى أنه يتحايل على القوانين بتاعته ويمرر دعم من طرق أخرى بس فيه شارع بيضغط يعني فيه شارع بيرى ما يحدث ورافض وشايفين المظاهرات في أماكن مختلفة يعني ما نتحكش عن نفسنا من خمسين سنة لحد النهاردة الشارع في أوروبا أم بيكا مؤيدة للسلسطين والحكومات مؤيدة لإسرائيل اللي بيتأخذ القوارات هو الحكومات في الآخر رلاشة الشارع قليل جدا من الحكومات الأوروبية اللي بيستجيب في نهاية لضغط الشارع وبيستجيبش في الضغط الشارع غير بعد ما الأمور تنتهي بشكل شبه كامل تقريبا يقوم يظهر استجابة لضغط الشارع عشان بعد كده هيبقى فيه انتخابات تانية لكن واقع الأمن هو منتظر مكافأة معينة وطول ما فيه فرصة المكافأة دي هتيجي مش هتنازل عنها الحل الوحيد انه يعرف بشكل يقيني ان المكافأة دي مش تيجي وقتها حيقطع تماما المعونة ولا أنا آسف أنا مش هقدر أستمر في المبوضة جميل وده حيظهر في خلال الأيام القادمة لأنه التواغلات الإسرائيلية لدلوقتي احنا بيتهقلنا كناس عاديين انه إسرائيل بتحاول تحاصر ملينة غزة وقع قبل إسرائيل بتدخل بلية غزة حاول حوالين ملينة غزة بدبابات من الشرق ومن الغرب ونجحت إلى حد ما في عبل كماشة حوالين غزة لكن اندفاع الدبابات نفسه ما بيحسبش حرب طول ما الجندي قاعد جوا الدبابة الحرب مش محسومة اللي بيطلع له مخاتل من حماس ويضرب صاروخ أو ينصب حبابة ناسفة أو يفجر الدبابة بطريقة معانا وبالتالي بتضطر الدبابات إنها هتهرب بارتاني التكلفة الأعلى بالنسبة لإسرائيل فعليا اللي الحكومة مش قادرة تعلنها دلوقتي وخايفة تعلنها وحتاخبه واحد حيكون تكلفة سياسية مهولة هي تكلفة القتلة من الجنود الإسرائيليين في الحرب لو خدنا بلنا إسرائيل ما بتعرضش ولا أسير واحد لحماس لم تأصر جندي واحد لحماس ما بتعرضش جثة قتيل واحد لحماس يمكن لا أنا أسف فيه واحد بس أعرضوه كانوا بيسحلوا بدبابة جثة واحدة من بداية الحرب لحد النهاردة باقي كله مدنيين بعد 39 يوم وبعد ما يزيد عن 1500 قتيل إسرائيلي قتلوا بسبب قصف العشوائي اللي بيحصل لغاية ده أنا حقول لحظك أكتر من كده في ميدان القتال قتل أكتر من 1500 جندي العباد المعاناها 345 لكن لما تحسب أنه فيه 180 دبابة وآليات أخرى دمرت بالطاقة من الخاص بي طاقة من الدبابة نفسه خمس أفراد خمس أفراد بيوطين أين 900 والأليات الأخرى والحرب البرية والأسرى لا فيه فيه أعداد كبيرة جدا تكلفة عالية جدا بالمسبة للجنود للحياة للجنود الإسرائيلية برأي حدثك دكتور أشرف هل يمكن أن يكون هناك تداعيات اقتصادية لهذه الحرب تمتد خارج منطقة الصراع أو النزاع ما بين غزة وإسرائيل يعني هل تشمل هذه التداعيات أطراف إقليمية أو الإقليم بشكل ما حيتأثر اقتصاديا بما يدور هو لا شك كل حرب مهما كانت ده مش لها تداعيات إسرائيلية بس ولا فرصدية ده لها تداعيات عالمية لأن الحرب لفسها بتأثر على الاقتصاد العالمية حالة الخوف من الحرب حالة عالم أسعار النفط أو الغاز بضبط أسعار البترول أسعار الغاز ارتفاع هذه الأسعار بيتسبب في حالة منطلخهم في كل دول العالم ودي بتنعكس مش بس على دول الجوار زي بقول حالة عالم كله يعني مصر اتأثرت الأدو اتأثرت السعودية نفسها اتأثرت دول أوروبا كلها اتأثرت لأنه زي بقول حالة حصل تغير في الأسعار السلع اللي كان مفترض من دول العالم لحسابها أنها مستقرة فترة معينة فبالتالي حصل موجة من ارتفاع أسعار البترول والغاز قدت لأرتفاع أسعار كافة لأنواع السلع كل السلع بتوقع احنا دالي بالفعل مشكلة في أوروبا يعني الشتاء جديد بلا بترول روسي بعد المشكلة أو بعد الأزمة الروسية الأوكرانية فأورادي أوروبا بتستعد بالفعل للشتاء بارد ما هي بتستعد للشتاء بارد والحرب دي جلق إن هذا الشتاء بارد أنا عايزة تستعد بسرقة الغازة في وسطين كل شكرا لك بنسعد بوجودك معنا الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة شكرا جزيلا لرجوة حركة شكرا لحبكم والحقيقة أنا متسعيد جدا بالحضور في برنامج ده اللي أقدر أكثر مشاهدة صباح الخير على حضرتك واحنا أسعد يا فندم